السراتيجية بتاعتنا احنا كوزارة الزراعة ان احنا الاراضي اللي هي وقعة في شمال الدلتة اللي هي متأثرة بمياه البحر دي حوالي 2 مليون فدان قلنا يخليهم رايب الغمر بس رايب الغمر مطور بدل المزارع مكان أناية طراب والأناية الطراب دي اولا عرضها كبير 3 متر او 2 متر او 2 ونص متر دي بتحتل المساحة كبيرة من الارض الزراعية وفي نفس الوقت فيها رش عميق فيها ناشع جانبي فيها اهدار لمساحات من الاراضي الزراعية وقلة انتاج لان المناطق الاراضي الزراعية المجاورة للقنوات المفتوحة ده بيبقى الانتاج فيها ضعيف ومعظم مزارعين واللي بينزل الارض الزراعية بيشوف اللي بتنشفها مية بتلاقي الانتاج فيها ضعيف جدا عملتولها حل عملنا لها حل فالاراضي بقى اللي قريبة من مناطق البحار او البحيرات المالحة بتبقى معرضة لمجموعة من المشاكل فحتى قلت لنا دي كان لازم تستمر فيها طريقة الرايب الغمر ولكن لازم نلاقي لها حل الحل كان الراي المطور وما بقول الراي مطور يبقى انا بحاول الاناية الطراب بحاولها الاناية بالمواسير المدفونة او كان في البداية بنبطنها بالطوب او بالخرصانة او باساليب مختلفة لكن لقينا الافضل توفيرا للمساحة وزيادة كفاءة المية وتوفيرا للمية ان نحاولها القنوات مواسير مدفونة يعني ايه؟ يعني وبعمل كمان بدل نقطة الرافع المتعددة ان كل مزارع عنده ترومبا او مكنة بنعمل مجموعة طلمباط في غرفة ومجموعة الطلمباط دي تناسب الزمام اللي بتخدمه الزمام قد يكون تلاتين اربعين خمسين بغاية ميت فدان دي بنسميها مسأة او مسقة هذه المسقة بنجمع فيها على الاقل لمكانتين ترومبتين او تلاتة وبنشغلهم بدل الديزل حاولناهم للتشغيل بالكهرباء وبنعمل كمان ربطة ربطة مستخدم المياه ده كله بتتعاون مع وصارة المريض المياه والري والربطة دي بتدير هذه المسقة بتروي مساحة الخمسين او المية او السابعين او ايا انكنة المساحة بتنظم الري في المسقة بحيث ما حصلش مشاكل وكل مزارع بياخد دوره دي فيها ميزة كمان بتوصل المياه الى اخر مزارع زي اول مزارع احنا في الري اللي بالغمر التقليدي اللي في اول الترعى او اللي في اول المسقة بياخد مياه واللي في اخرها ما يجل حقش وفرت عليه قصة السولار بهوسيته بالكهراء ولسه كمان بدأنا نخش في الطاقة الشمسية وحسنت الظروف بتاعتي بيئيا بان انا بستخدم كهرباء تمام ووفرت مساعة ارض الزراعية من الدراسات لقينا انه وفرنا حوالي من 2-3% من مساعة الارض الزراعية ودي لها قيمة كبيرة جدا عند اخواننا المزارعين وعرفينها الفدان يتوفر فيه ارات او نص او اكتر هو اولى هو اولى بيحس بالفايدة مباشرة بالاضافة انه بيزود الانتاجية انا قلت الناشع اللي على الاجناب بيانتاجه زي اللي في لص الارض زود انتاجية ووفر ارض في نفس الوقت عمل عدالة توزيع كل المزارعين بياخدوا مية اول الترعة او اول المسأة اول الاناية بياخدوا مية زي اللي في اخر الاخر زي اول المسأة والتشغيل زي ما حضرتك قول وفرنا عليه تكاليف قللنا زمن الري وفرنا مية في الاخر انا بقول في الاخر ليه وفرنا مية لان انا كمزارع انا همين اللي بدفعه من جيبي طبعا لكن احنا بيهمنا كدولة على المستوى القومي لنوفر مية المية اللي هتتوفر ممكن ازرع بقى مسحات جديدة ويهمني ان المزارع برضو التكلفة تنخفض عليه قدر الاستطاع فدي زي ما قلت الحضرتك دي في شمال الدلتة اللي هم حوالي 2 مليون فدان ها